علق الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على وقاعة قتل فتاة أداب منصورة وده من خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي الفيديو اللي ذكر فيه مبروك عطية قائلا الفتاة تتحجب عشان تعيش وتلبس واسع عشان ما تغريش برغم الفحش وبرغم الجريمة وبرغم المنكر فيبقى الله هو الرحمن الرحيم فلو لم يكن ربنا رحمن رحيم لحدث سواد أشد وجرائم أفضع الله يرحمها والله يجب له طعنة من فوق سبع سماوات وينتقم منه ويوفقه لقاضي يحكم بالقصاص العادل ويبرد نار أمها ونار أبوها وربط الدكتور مبروك عطية بين القضية وبين رفض البعض الحجاب بدعوة الحرية الشخصية مؤكدا سيب المهفف على الخدود يطير والباسي محزق هيصطادك اللي يريقه بيجري ويقتلك الفتاة تتحجب علشان تعيش وتلبس واسع عشان ما تغريش حياتك غالي عليكي اخرجي من بيتكم محترمة لا متفصلة ولا بانطلون ولا شعر على الخدود أصلا هيشوفك اللي يريقه بيجري ومعهوش فلوس وهيتبحك دواقع هناك بعض آخر للحجاب ليس بعضا دينيا وإنما هو بعض خبرة بالمجتمع فيريد تحفظي على روحك خافي على عمرك حواليك كلاب وديابة هنا صح عاطية كل امرأة وكل فتاة أن ترتدي أوسع ما عندها وأن على كل امرأة أن تتخلص من كل ضيق وتغطي نفسها حفظي على عمرك وإلغي الموبايل أو الكاميرا من الوجود